في حقائق مدوية تلوح بنذير تدهور بيئي خطير يضرب العراق وعلى حفة كارثة بيئية غير مسبوقة تهدد مستقبل البلاد بأكملها تكشف وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية أسباب التدهور البيئي في العراق والحلول العاجلة لمواجهته فالأزمة البيئية المتفاقمة باتت تؤثر على صحة المواطن ونظام البلاد البيئي أما الأسباب ضمن حقائق أوردها المركز تتمثل بالتوسع الحضري غير المنضبط خاصة في بغداد والبصرة والذي أدى لتراكم النفايات بشكل مرعب في الشوارع والمجاري المائية تلوث الهواء الناجم عن حرق النفايات حيث يؤدي إلى انبعاث سموم قاتلة تتسلل إلى رئتي كل عراقية شح المياه وتحول نهراء دجلة والفرات لمصدر مياه ملوثة وموت بطيء نتيجة الأنظمة المتهالكة والقديمة للصرف الصحي تصنيف جودة الهواء على أنه غير صحي بشكل دائم ولكن الحقيقة المرعبة هي أن هذه المشكلة تمتد عبر كامل البلاد بسبب الانبعاثات الصناعية وعوادم السيارات والعواصف الترابية والتصحر وجميعها تؤدي لأمراض مزمنة وقاتلة ارتفاع درجة الحرارة لمستوية قاتلة تتجاوز خمسين درجة مئوية بالإضافة لنقص أنظمة التكيف والتبريد بسبب انقطاعات التيار الكهربائي ومع كل تلك الحقائق الصادمة تقف البلاد أمام مفترق طرق حيث الحلول المطلوبة عاجلا والمتمثلة بحاجة ماسة إلى أن تتخذ الحكوم إجراءات فورية وحاسمة لإيقاف هذا التدهور البيئي قبل فوات الأوان عبر فرض سياسات بيئية صارمة والاستثمار في البنية التحتية المستدامة وإشراك المجتمع الدولي بجهود الإنقاذ ويضع المركز تلك الخطوات ضمن حلول جذرية يضاف لها اعتماد التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة وتوعية المجتمع بحجم الكارثة البيئية لتغيير عادات المواطنين ترجمة نانسي قنقر